الرئيس السيسي يؤكد الحرص على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الهند في شتى المجالات مؤسسة ستاندرد أنبورس تثبت تصنيفها الاعتماني لمصر عند مستوى بي بي وتؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات ترامب يتوقع أن تبلغ حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 65 ألفاً السادسة صباحاً الرابع بتوقيت جرينيتش مجاز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الهند في شتى المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وأشار صفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وأضاف راضي أنه تم التوافق حول التنصيق المشترك في المجالات ذات الصلاة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة من جانبه تمنى رئيس الوزراء الهندي ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية أبقت مؤسسة ستاندرد أنبورز العالمية للتصنيف الاعتماني تصنيفها الاعتماني لمصر عند بي بي على المدين القصير والطويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا عالميا وذكرت المؤسسة في تقريرها أن الاقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات ما يجعل احتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي مؤقتة على أن يعاود الاقتصاد المصري انطلاقه وتوقعت المؤسسة تراجع معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول عام 2022 أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصاب فيروس كورونا إلى 646 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 891 حالة بينما تم تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة وتسع حالات وفاة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج إغاثة يقدر بمبلغ 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات فيروس كورونا وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن البرنامج يشمل حزمة مساعدات تتضمن دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع وتوقع ترامب أن تكون الحصيلة النهيئية للوفيات نتيجة فيروس كورونا في الولايات المتحدة قرابة 65 ألفا ارتفع العدد اليومي للوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 585 هذا وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إسبانيا لأكثر من 188 ألفاً في حين تجاوز عدد الوفيات 19 ألفاً ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المستشفيات البريطانية إلى 847 وفاة لتتجاوز الوفيات حاجز الـ 14 ألفاً وجرى فحص أكثر من 341 ألف شخص حتى اليوم وتبين إصابة أكثر من 108 ألاف منهم بالفيروس حث السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش الدائنين على تجميد سداد الديون لجميع الدول النامية وليس فقط الدول الأشد فقراً محذراً من أن دولاً كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن فيروس كورونا وقال جوتريتش إن القارة الإفريقية بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار لمواجهة الوباء وتخفيف أطاره الاقتصادية أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاء وأشارت الوزارة في بيانها إلى شفاء 93 حالة منوهة إلى أنه تم إجراء أكثر من 24 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات أعلنت وزارة الصحة الصعودية تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالي الحالات لـ 7000 وقالت الوزارة إنها سجلت أربعة حالات وفاء جديدة جراء الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 87 حالة وأشارت الوزارة إلى تعافي 59 حالة بالفيروس ليرتفع عدد حالات التعافي إلى أكثر من ألف شخص أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وأضافت الصحة الكويتية أن إجمالية حالات الإصابة بالفيروس بلغت 1658 حالة وأضافت أنه تم تسجيل 33 حالة شفاء من الفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في الكويت إلى 258 حالة أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 126 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1769 حالة وأوضحت الصحة التركية أنه تم تسجيل 4353 إصابة جديدة بالفيروس لتتجاوز حصيرة الإصابات المؤكدة بكورونا حاجزت 88 ألفا حتى الآن أعلنت قطر عن تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وأوضحت الصحة القطرية أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة الموجودة بالفعل في الحجر الصحي أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاطه طائرة تركية مصيرة فوق منطقة الكسرات بترابلوس وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي إن قوات الجيش هاجمت تجمعات للميليشيات الإرهابية على طول محور الهيرة العزيزية جنوب العاصمة ترابلوس وأوقعت بهم خسائر فادحة في الأرواح والآليات نشرت هيئة تحرير الشام الإرهابية أو جبهة النصرى سابقا بيانا تعتذر فيه عن مقطع فيديو انتشر مؤخرا لمقاتلين تابعين لها يهددون فيه عناصر الجيش التركي بالقتل وأكدت هيئة تحرير الشام في بيانها أنها بدأت بالبحث عن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للتعرف على دوافعهم والتحقيق معهم مؤكدة أن الجيش التركي شريكها في الحرب ضد سوريا وسبق أن حاربوا في خندق واحد شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار للمزيد تابعونا دوما على أكسترانيوز دوت تي بي شكرا لكم اشتركوا في القناة